السلام عليكم ورحمة الله نتعلم مع بعض أحكام تجويد لصورة المدسر احنا وصلنا مع بعض لغاية آخر الصورة نقول أحكام تجويد اللي فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم الميم هنا الساكنة هتبقى فيها إظهار مش هعمل فيها أي حاجة غير أن أنا بس أديها الزمن بتاعها فما لهم عن التذكيرتي من النون لحرف التاء على طول المشددة عشان الحروف اللي ما بينهم دي ساقطها الألف واللام اللي هي الشمسية عن التذكيرتي الذل هنا من الحروف اللي طوية اللي بخرك فيها طرف اللسان معارضين الراء مكسورة فهتبقى مرقاقة معري معارضين واقصر الضد كويس كأنهم النون المشددة غنى بمقدار حركتين حمر هنا الميم ملحاق مضمومين فضم كويس حمر وتنوين وراه حرف الميم هنا فيها إضغام بغنى وحرف السين حمر مستنفرة حرف السين هنا فيه همس والنون الساكنة وراه حرف الفاء هنا هيبقى فيها إخفاء والتاق المربوطة لما أقف عليها أنا هسكنها فمعنى كده أن هي هتبقى حرف هاء مش هتبقى تاق مربوطة هتبقى هاء ومن صفات الهاء الهمس أقول حمر مستنفرة ثرت من قسورة ثرت فاء ما أقولش فاء لا فاء والرأة هتبقى مفخمة لإني هي مفتوحة والتاق أجيب الهمس بتاعة ثرت من قسورة النون الساكنة وراه حرف القاف هيبقى فيها إضغاء هيبقى فيها إخفاء بس غنز الإخفاء هنا تبقى مفخمة لإني حرف القاف مفخمة وما أقولش قسورة لا واء قسورة وما نساش همس السين قسورة بل يريد كل مريء منهم تنوين وراميم هيبقى فيها إضغام كل مريء منهم وأنون الساكنة وراه حرف الهاء هنا هيبقى فيها إظهار هظهر أنون الساكنة أقول منهم أي يؤتى النون الساكنة وراه حرف الياء هيبقى فيها هنا إضغام بغنة وخلي بالي من الهمزة هنا الهمزة الساكنة أي يؤتى صحفا منشرة تنوين وراه حرف الميم هنا هيبقى فيها إضغام بغنة وبرضو هقف على التقى المربوطة بكأنها هي هاء وهعمل همس للهاء كلا بلا يخافون الآخرة هنا كلا بلا اللام الساكنة وراها لام مشددة هنا هضغمهم في بعض كلا بلا يخافون الآخرة والراه هتبقى مفخمة لإن هي مفتوحة كلا مد أربع حركات ده مد جائس منفصل إنه النون المشاددة قلنا بمقدار حركتين وبعد الهاء في الواو الصغيرة دي قلنا قبل كده دي صلة صغيرة بمقدار حركتين أو لإنه تذكرة برضو الزال من حروف اللسوية اللي بيخرج فيها طرف اللسان وقف بهمس الهاء برضو فمن شاء ذكره فمن شاء هنا النون الساكنة وراها حرف الشين هنا يبقى فيها إخفاء وشاء علامة المادة هي ديها مدها أربع حركات ده مد واجب متصل ذكرة وما يذكرون الذال من الحروف اللسوية اللي بخرج فيها طرف اللسان إلا مد أربع حركات ده مد جائس منفصل أي يشاء الله النون الساكنة وراها حرف الياء هنا فيها إضغام بغنى ويشاء برضو علامة المادة هي أمدها أربع حركات ده مد واجب متصل هو أهل التقوى أهل الهاء هنا من حروف الهمز أهل التقوى ومن اللام المضمومة للتاق على طول المشددة والتاق على التاق شوية علشان هي مشددة والقافها قال قالها التقوى وأهل المغفرة الرأي هنا تبقى مفخمة لأن هي مفتوحة هو أهل التقوى وأهل المغفرة